موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعل ذلك في ميزان حسناتكم أيها الأحباب الكرام إن من نعم الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم أوقات ومواسم تزداد فيها الطاعة ويزداد فيها الأجر فرب العزة تبارك وتعالى لما جعل شهر رمضان المبارك يختلف عن باقي الشهور السنة كذلك خص شهر رمضان كذلك بأيام أفضل من بقية الأيام فالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي نحن في صدد الدخول إليها هي أفضل من كل الأيام التي مضت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يميزها كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكذلك أم سلمة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد مئزره وأحيى الليلة كله فخص صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان بخصوصية تختلف عن باقي رمضان فكان عليه الصلاة والسلام شد مئزره كناية عن الجد والمثابرة في الطاعة وأيقظ أهله أي جعل الجميع لا ينامون في العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيى الليلة كله فكان صلى الله عليه وسلم يميزها ورب العزة تبارك وتعالى أثنى على عباده الذين يقومون الليل ويحيون الليل كله أثنى عليهم رب العزة تبارك وتعالى فقال في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فرب العزة تبارك وتعالى وصف حال هؤلاء الذين وعدهم إن المتقين في جنات وعيون وعدهم بالجنة وسماهم المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين لماذا يا رب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فكانوا قليلا من الليل ما ينامون كانوا يحيون الليل كله يصلون الله عز وجل ويستغفرونه وحبيبكم صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البرودة وكنت قد أدفأت الفراش له صلى الله عليه وسلم أي نمت دخلت إلى الفراش قبله فأدفأته له صلى الله عليه وسلم يقول فنظر إلي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ذريني أتعبد ربي يستأذنها صلى الله عليه وسلم في الطاعة لأن الليل حقها فقال ذريني أتعبد ربي فقالت والله يا رسول الله إني لأحب قربك ولكني أحب ما تحب فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأحسن وضوء ثم بدأ يصلي صلى الله عليه وسلم فأطال صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول لا تسل عن حسنهن وقيامهن صلاة صلى الله عليه وسلم فصلى صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين فأطال القيام وبدأ يبكي صلى الله عليه وسلم وهو أن يردت القرآن فأشفقت عليه صلى الله عليه وسلم فبعد أن انتهى قلت يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلماذا هذا القيام تكاد قدماك تتفطر من شدة القيام فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا ثم أن رب العزة تبارك وتعالى وصف حال عباد في سورة السجدة فقال رب العزة مثنيا عليهم فقال فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فأثنى رب العزة تبارك وتعالى على عباد قال فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع كيف لا وهم يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إذا كان هذا الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تقتدي الأمة بهذا الخطاب وتقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول نعم الرجل فلام لو كان يقوم الليل فعليكم أيها الأحباب الكرام أن تستعدوا في هذه الأيام المباركة بقيام الليل وأحياء الليل كلها حتى تحظى بأعظم ليلة قال فيها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم وأن يجعلنا ممن أثنى فيهم وأن يجعلنا ممن قال فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر